بات هاجس السعودية البحث عن مخرج طوارئ من ورطة الحرب في اليمن هذا ما تؤكده التقارير التي تتحدث عن محادثات سعودية حوثية توشك أن تنتج اتفاقاً لإنهاء الحرب بين الجانبين منذ تدخل التحالف الذي شكلته السعودية في اليمن ظنها اليمنيون حرباً خاطفة لن تستغرغ أسابيع قليلة أو شهراً إذا طال أمدها كان السعوديون يؤكدون ذلك خصوصاً بعد إعلان التحالف تحيد سلاح الجو اليمني الذي سيطرت عليه ميليشيا الحوثي عقب انقلابها على الدولة اليمنية لكن السعودية اليوم وبعد نحو خمس سنوات من تلك اللحظة باتت تتحدث على استحياء عن مفاوضات بينها وبين ميليشيا الحوثي لوقف استهداف أراضيها ومصالحها بالصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية بات الخلاص هو غاية الغايات السعودية وأبعد ما يكون عن أسباب ومبررات تدخلها في اليمن وأصبحت ميليشيا الحوثي تخوض حربها الخاطفة على المواقع الحيوية في العمق السعودي على عكس ما كان متوقعاً السعودية أساءت استخدام قوتها العسكرية وفشلت في إدارة الحرب ولم تعد تملك القرار على الأرض والشرعية التي تمثل غطاء شرعياً للتحالف باتت مسلوبة القرار في فنادق الرياض خمس سنوات إلا قليلاً لم تعد الحرب هدفاً لإيقاف الأطماع الإيرانية كما رددت الرياض دائماً فطهران لم تعد بحاجة للحوثي بعد أن ضربت صواريخها عمق القوة السعودية دون مواربة كما لم تعد الحرب من أجل إعادة الشرعية التي أخرجت تحت أعين الرياض من عاصمتها المؤقتة وأعقبه قصف قواتها عندما حاولت العودة إلى عدن يقول مراقبون إن الحرب لم تعد مجرد استنزاف لاقتصاد السعودية بل تجاوزت إلى تهديد مكانة المملكة وهيبتها وإلحاق الضرر ببنيتها الاقتصادية والحيوية وهذا ما يجعل الرياض تبحث جادة عن مخرج آمن من الورطة التي أوقعت نفسها داخلها تتساقط الأوراق التي كانت تستر جسد الشرعية المترحل واحداً بعد آخر وقريباً ستصبح الرياض مأوى نهائياً لهدي وحاشيته هذا إن لم يكن من ضمن بنود الاتفاق الحوثي السعودي تسليمهم جميعاً للحوثيين فقريباً لن يكون بمقدور الرياض تحمل نفقات بلا مصالح ترجمة نانسي قنقر